موسيقى بيسعدنا ينضم لجمعتنا معكم اليوم في حلوة يا دنيا ضيف صاحب مسيرة إعلامية حافلة وخبرة إذاعية طويلة في البرامج الشبابية والفنية لأكتر من عشرين سنة ومن صيف الألفين وخمسة ارتبط صوته مع المستمع الأردني بشكل واضح ومميز بيسعدنا يكون معنا الإعلامي اللبناني إلي فارس يصعد صباحك وأنا شاهدتي مجروحة فيك أهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير لكم صباح الخير لكل المشاهدين مشاهدية رؤية وللفرقة الموسيقية ولكل العاملين برؤية صباح النور أهلا وسهلا أهلا بيك أستاذ إلي كمان أهلا وسهلا فيك ونورتنا وزي ما حكت رهف يعني باع طويل وخبرة إذاعية طويلة حضرتك متخصص يعني أنصح التعبير في البرامج الاجتماعية البرامج الشبابية البرامج المنوعة من ضمنها الفنية لديك الكثير من المعلومات حول يعني فنانين كثر عرب بشكل عام ولكن لو بدنا نسألك من باب خبرتك سر نجاح واستمرار أغاني وأغنيات الأستاذ سامي كلارك على مدار سنوات طويلة من وجهة نظره يعني أنا أستاذ سامي كلارك شهدتي مجروحة فيه يعني قربينا على أغنياته فينا نقول من بداية انطلاقته يعني جمع الغرب مع الشرق فينا نقول كمان كانت محببة على الكل يعني أغنياته بسيطة وقريبة للقلب فإذا بدي أحكي كتير بحكي عن الفنان سامي كلارك فعلا يعني إنسان أعطى وقدم كتير بس ما بعرف يمكن وصل لوقت إنه اكتفى أو ما بعرف إذا هلأ من جديد كمان بده يرجع يسمعنا إشياء جديدة فعلا كان مدرسة يعني اللي بدي أقوله يمكن فيه كتار من الأشخاص ما بيعرفوا فيه هو إنه درس درس الطلاب النشيد الوطن اللبناني حتى بالمدارس يعني كان بيصوته هادي يمكن ما بتعرفوها أنتو هاي الشغل أو ذكرها أكتر من مرة اليوم حقيت عنها إنه إنسان أعطى للفن وبقى محافظ على مستوى بس يمكن ما تابع مثل بقية فنانين فيه فنانين يمكن وصلوا لوقت إنه خلص اكتفينا نحن أعطينا واكتفينا وحلو الشخص إنه مثلا إنه وصل لمستوى زي ما حضرتك تحدث يوصل لمستوى يعني إنه ينتظر يراقب يتابع ما يجري وبعدين يستمر شوف أنا معك من هالنقطة هادي بس كمان من نقطة تانية يعني عنا عتب عليه نحن الأستاذ سامي كلارك عتب؟ عتب يعني هلأ أبو مجد بدي أعطيك مثال على ذلك الأستاذ الكبير ملحم بركات ملحم بركات كل سمتان ثلاثة بنازل غنية مثلا لا يذكر العالم بس مش أكتر إنه أنا بعدني موجود يعني استاذ سامي كلارك عتبنا عليه إنه عطانا مجموعة كبيرة من الأغنيات من إحنا وصغار يعني لكبرنا يعني أغنياته كانت رائعة أغنياته يعني كسرت الأرض